اه اصام شلطوت اه اصام كان تعبني كان معارض جامد اوي كان في الاول معارض هو طول عمره معارض اه وكانش معارض معك ورعي لا ورعي فكرة رعيه مثقف وواعي لا اصام الناس الحلوة جدا اللي انا شرفت بيها يعني طب انت فاكرة دكتور احنا اول مرة قابلتك امتى هشوف بقى هنا لا انا فاكرة وانا داخل المكتب وانت كنت عاد جو لا قابل كده كمان بسنين سنة تلاتة وسبعين اقرب لك الدنيا لا الزهايمر اشتغل اموستفى الحقني انت عملت اشتغلت اخصائي اخصائي رياضي واول مرة اتقابلنا كان مع الكابتن الشيحتة في مهرجان الشباب في برلين اه اه صح صح يا شفت بقى انا افتكرتها دلوقتي تطلقت فيها اه انا كنت فيها فريق الكرة احنا كنا موجودين فيها ايوة كنت هناك انت بالضبط كده كان معنا الفنانة اسمها ايه اه كان مشير اسماعيل مشير اسماعيل كانت معنا اه كان معنا ناس كتير او بالراس متقال بالضبط راس اه اخدنا المركب من اسكندرية الحد رومانيا بنات بالهابة خلينا في الحلقة هم كانوا مسلطين باقولك ايه خلينا في الحلقة مش هنفتح على بعض بقى طب انت شغلت اخصائي اجتماعي في زورت شباب رياضة رياضي رياضي ما دي برضو الغريبة يعني انا لما بقيتش شغل وعينوه بقى قدمتوا بسابقة اخصائي رياضي اه وما دخلتش معك كلها التربية الرضية اه هو بقى وزير رياضة يعني شوف شيء غريب يعني يعني هو ربنا كان بيأهلك سنة سنة طب انت وانت في المحافظة اهتمت بالكورة ويمكن النادي الاسماعيلي في الفترة اللي انت كنت متولي فيها محافظ اسماعيلي كان متقلقين اول طبعا وحققت فيها بطول الدورة عام انا كنت الوزير ايامي ده المحافظ ايامي كنت محافظ حافظ ونقلت وزير بقى في اخر ماتش ده فا لما قلبنا الاهلي بيجون عصام بشير وعصام عبد العلو ده كان الماتش كان بتلاقي في اسكندرية لا المحلة في المحلة المحلة مصرور الاسكندرية ده ماتش كان محمد رمضان جابت فينا وماتش كان احسن المباريات اه انت شايف الاسماعيلي فين دلوقتي ما انا مش عايز اتكلم عن اسماعيلي عشان ايه يعني ما تنكتش علي لا ما احنا احنا عايزين نسل حالي من اسماعيلي لا يعني عاصله اسماعيلي مر في الظروف صعبة في عهد رئيسين يعني اه اه مانسال فتنا تدخلت وقفت عشان ما ينزلشي وستنا قبلها دخلت عشان ما ينزلشي مش تدخلت كلمت حد يعني بيت وقفت معاهم ماصر لانه يعني ناس ما معاهم وزير رياضة وبقولوا احسن وزير رياضة ومسألهوش فانا بحاول اتدخل اساعد فيها في اللامنة دي هل كتر ناس غير مؤهلة انها تمسك رئيس مجلس دارة نادي اسماعيلي بحجم نادي اسماعيلي الكبير ده؟ هل ده السبب اللي خلى نادي اسماعيلي بيعاني لحد هذه النصر؟ ها طبعا ما عندهمش فكرة عن الكورة ولا الادارة ولا اي حاجة ولا اسم النادي الاسماعيلي يا مصطفى اسماعيلي ده كان الاهل الزمالك الاسماعيلي انت فاكر باشاوش؟ طبعا اسماعيلي طبعا اتخب مصري كان لندوكم معك اربعة خمسة مثلا لا لا كان لعيبها جامدة سيدة عبدالرازة على بوبريشة وحسن مختار الله ارحمه لا كان فيه فينا لعبة ايه لا او حسن درويش ميمي درويش حسن درويش مثلا او ميمي او ها طبعا لا وأنوس أنوس كان لام موهوب يا سلام يا سلام يا سلام بس يعني ما كملش طيب انت شايف نادي اسماعيلي ممكن ارجع تاني بسهولة ها دكتور؟ لا باللي انا شافوا ده مش هيرجع ولا لازم يبقى شركة عشان ينافس بها انا انا عملت لهم برنامج انا عملت ايه انتخابات الاخرندي عملت الحاجة اسمها لجنة الحكم انا رأستها واخترت مجموعة كويسة يعني منهم ناصر انا اللي اخترته اه ودت برنامج مالي مالي للبتاع يعني واحد عشان تجيب فلوس بسرعة كذا اثنين تلاتة اربعة وباتصالاتي بالخارج جالي مثلا مرة راحت سعودي عايز قالي مساعدة سام 200 ألف جنيه بس اعمل شيك ما انت كلمتين انا ومساعدة يونس كلمتك عشان تطلال شيخ طلال شيخ طلال بس ما عزيتوش والله مش عارفك اللي عزيز زاي في الأمير بتاع حمار اه لا معنى هو كان مسافر الفترة اللي فاتت ليسا عيان تعبان؟ لا بازا احسن الحمد لله لا تزال فترة اه الوزية جميلة اوي اوي هو اخو كمان الشيخ احمد والشيخ عزيز اعمد اه بس طلال قريب ليه احمد عرفه اللي كن اعمية وزير وانا وزير اه اه انت شبت حققت كل احلامك وانت محافظ في الاسماعيلية اه طبعا انا انا نفسي زهقت بعد 12 سنة عملت كل حالة اه لما جاء موضوع وزارة الشباب وفيت بسرعة دكتور عبد منعم او سيد الوزير احنا موضعك معانا شريقة جدا فاحنا بنستأذنك ان هنعمل الحلقة دي على جزئين الجزء الاولاني لان انا لسه لحد الوقت انا لسه ما دخلتش في الموضع المهمة لا لا كفاية ده انت قيمة وقامة للرياضة المصرية كمحافظ تاريخ كبير فاحنا بنستأذنك احنا هنتعبك معانا النهاردة ولسه هنكمل بقيت الحلقة ده الجزء الاولاني من الحلقة هناخد بعد كده الجزء التاني هنتكلم لسه انا بقولكم احنا الجزء الاولان ده هو لا حاجة من لسه من الجزء التاني احنا قلنا حاجات كتير وغسطات الوزير عنده حكايات ما لهاش اول من الاخر وعرف انتوا بتحبوا الحكايات فحنكمل ان شاء الله في الحلقة اللي جاية الحلقة اللي جاية اللي هو الجزء التاني كده حلقتنا النهاردة خلصت اقولكم تسبوع على خير وانقابلكم في الجزء التاني اشتركوا في القناة